دهناء حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الزملاء الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960 اليوم اللي انطلق فيه البث التلفزيوني لتبدأ معه رسالة إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا متميزا أسهم بشكل كبير في تشكيل ثقافة المجتمع وتنمية وعي المواطنين كمان أكد الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التلفزيون المصري بأبنائه هو من قادة حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وشكلوا وجدان الأمة بأعدادهم لجيل أو أجيال متولية عديدة وأن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون يقدمون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصرة ويقدمون أيضا خطابا إعلاميا يسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد الإعلامي وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الإنجازات الغير مسبوقة التي تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري يعني كل سنة وكل الإعلاميين وكل العاملين في مبنى مسبيرو بصحة وسلامة ودائما في الرياضة وفي مقدمة العمل الإعلامي اشتركوا في القناة